الأهرام قالت الأهل يفرض السرية على تدريباته ببرج العرب استعدادة للتراجي بينما شفنا التراجي لغى مرانه النهاردة مش عايز حد يشوفه في إشارة إلى أنه بيخطط لوحده وبينفذ أموره في سرية وكرتنون أسب الأهرام بطل تونس تطور أداؤه والفريقان كتاب مفتوح فعلا ما أعتقدش في كتابتين حافظين بعض الفرص يا خمسين خمسين يا خمسة خمسين خمسين خمسة واربعين ما نزيدش عن كده الشروق قالت السرية شعار الأهل قبل نهائي أفريقيا الفريق يدخل معسكرة مغلقا في برج العرب استعدادا للتراجي ويمنع الإعلام من التواجد في التدريبات وجهزية الشناوي وفاتحي وهاني جالت المساء قالت استعدادا للتراجي في النهائي الأفريقي درس على الصبورة للعب الأهلي علاج أخطاء الدفاع تعليمات خاصة للظاهرين تصحيح تحركات حمودي الأهرام المساء تحدثت عن الأهلي وخطة الـ 2-0 يا سلام قالت أن الكارترون يحصن تسع مقاعد ويفاضل بين خمسة لعبين مخاوف الإيابة بسر طريقة الهجوم في الزهاب جالت الوطن قالت الأهلي يغري لعبيه بسبعة ملايين جنيه المكافات وفاتحي مهدد بالغياب وقالت الوطن الفريق في معسكر المغلق كارترون يحصن طريقة اللعب الشناوي وشارك في المران فاتحي يكتفي بتدريبات الاستشفاء واللعبون يسبحون عجلا للتفاؤل المصر اليوم قالت الكاف بيحذر الأهلي من الشماريخ أمام الترجي ده تحذير لكل الجماهير اللي هتكون متواجدة وهنيجي في كلام مهم جدا للجمهور أيضا جريدة الشروق التونسية مجد التراوي مدرب المساعد للترجي بيقول جاهزون لموعد ذهاب نهاية أبطال أفريقيا أمام الأهلي وسنسعى للتهديف في ملعب برج العرب الشروق التونسية الترجي يتأهب لمعركة الأهلي المؤدب يقود الوفد والشعباني يريد الحسم في برج العرب الشعباني ده المدير الفني اللي تولى المهمة خلفا للمدير الفني اللي تم الاستغناء عنه كارترون بيؤكد مباراة الترجي 180 ديئة واللعب في برج العرب أو رادس لا يشغلني المدرب الفرنسي على أنه النهائي وفقا لللي هو عارفه 180 ديئة كل 90 ديئة لها استراتيجية معينة لها خطة لعب معينة لها طريقة معينة في التعامل معه فبيقول إحنا بنتعامل مع 180 ديئة مع بعض فبالتالي ما عنديش فرق بين أن أنا بلعب هنا أو بلعب هناك صحيح هنا هيكون في صالح أن أنا عندي هذا الدعم الكبير من الجمهور لكن في الأول وفي الآخر أنا بتعامل مع النهائي قطعة واحدة